تحت رعاية البطريارك فؤاد طوال جرى تخريج الفوج الأول من سفراء الأمل بعد تلقيهم دورة في التوعية من خطر الاتجار بالبشر والعمل على الحد من انتشار هذه الظهرة السلبية المتفشية في عالمنا وقد نظم هذه الدورة اتحاد الرهبنيات في الأردن بالتعاون مع مبادرة ينبيع الأمل وبمباركة من مؤسسة تالي تاكوم في روما وكانت قد شاركت في ورشات العمل وبرامج التوعية وبتنصيق مع الأمانة العامة للمؤسسات التربوية المسيحية في الأردن 12 مدرسة من مدارس البطرياركية اللاتينية وبتعاون مع الأخوات الراهبات وإدارات مدرسية وبإشراف المختصين علمانيين وتجسدت الأنشطة برسومات ومقالات ومسرحيات وفقرات ثقافية متنوعة